اشتركوا في القناة بشكل سريع وبعد أشهر قليلة من تحويل قبلة المسلمين كانت غزوة بدر الكبرى كانت في شهر رمضان للعام الثاني الهجري وامتنى الله عز وجل بفضله الواسع على أربعة عشر رجلا بالشهادة ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار فقال الناس مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها فأنزل الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا أيها المؤمنون فيمن يقتلون مجاهدين في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء حياة خاصة في كبورهم لا تعلمون كيفيتها ولكنكم لا تحسون بها لا شك أن أكبر خسارة يتعرض لها الإنسان أن يفقد حياته لأن من فقد حياته ببساطة فقد كل شيء فقد أمواله وزوجته وبيته ووظيفته ومنصبه وكل شيء فما بالكم بمن ضحى بحياته في سبيل الله ماذا يستحق يستحق حياة من عند الله ولكنها بكل تأكيد حياة أبدية أفضل من حياة الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل هؤلاء هم شهداء جزود بدر الكبرى رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم من وسط هذه الأسماء حارثة ابن سراقة وكان غلاما صغيرا يشاهد المعركة من فوق مرتفعة وهو يشرب من بئر بدر جاءه سهم في حنجرته فقتله فأتت أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله أفي الجنة هو أم في غيرها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى لا شك أن الجهاد في سبيل الله هو أعظم الطاعات البدنية وأشقها على النفوس والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام وكلمة سنام معناها سنام الجمل وهو أعلى وأرفع جزء من ظهر ومن منا لا يحب الحياة ولماذا نكد ونسعى في هذه الدنيا لكي نحيا ونعيش والشيء المحبوب لا يتركه عقل إلا لشيء أعظم منه ولذلك ترك الشهيد في سبيل الله حياته من أجل حياة أعظم في البرزخ وما بعدها ولكن هل كل من يقاتل ثم يقتل هو شهيد في سبيل الله بالطبع لا لأن هناك من يقاتل للمغانم والمكاسب وهناك من يقاتل حمية لقومه وهناك من يقاتل غضبا كل هؤلاء ليسوا بشهداء في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لازم نفهم حاجة في غاية الهمية نظرتنا للشهيد نظرة قاسرة جدا في حدود قدرتنا المحدودة فنحن نرى الشهيد أنه قد فارق الحياة ولكنه على العكس في حياة أعظم وأكمل وأجمل من هذه الحياة التي نتنافس عليها ووصف لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نبذ بسيط عن هذه الحياة فقال أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياؤنا عند ربهم يرزقون فأي شرف وأي كرامة للشهداء في سبيل الله وهذا هو أكبر دليل على كل من أنقر أن هناك حياة في القبر وأن هناك نعيم وعذاب في القبر وهل هناك تعارض بين هذه الآية الكريمة وآية في سورة الزمر إنك ميتوا وإنهم ميتون لا ليس هناك من تعارض فالشهداء يموتون الموت الدنيوية التي تفارج فيها الروح الجسد ويفارقون أحكام الدنيا وما فيها ولكنهم يحيون الحياة البرزخية دائمة النعيم التي لا موت فيها ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات خدت بالك من الفعل المضارع يقتلوا كان ممكن يأتي بالفعل الماضي ولا تقول لمن قتل في سبيل الله أموات فلماذا جاء بالفعل المضارع جاء بالفعل المضارع ليدل على الاستمرارية وتجدد الحكم إلى ما لا نهاية ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات فالإخلاص لله هو شرط لصحة كل عمل بل أحياء خدت بالك من المد في كلمة أحياء ده يدل على أن حياة الشهداء حياة طويلة ممتدة في نعيم مقيم بل أحياء عند ربكم لا عندكم وشتان بين حياة عند رب الناس وحياة عند الناس ولكن لا تشعرون ولا تحسون ولا تدركون هذه الحياة لأنها حياة غيبية لا طريق للعلم عنها إلا بالوحي وكيف لمن هو محدود أن يدرك ما فاق بعقله كل الحدود فاللهم ارزقنا عيشة الأتقياء وموتة الشهداء وحلاوة اللقاء بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا شكرا